السلام عليكم ان شاء الله بإذن الله النهاردة هنكمل على الفيديوهين اللي فاته وهنرسم الفيريل لعشرين ستين اللي هو عشرين ميلي في ستين ميلي خلونا برضو كده نشوف الاشكال اللي اترسمت قبل كده ده اللي رسمناه اللي هو لعشرين عشرين تمام ورسمنا منه لعشرين اربعين وقلنا الفرق بينهم انه هم اتنين جنب بعض تمام بعد كده هنرسم العشرين ستين يعني اكلنا بدل ما كانوا اتنين بقوا تلاتة والعشرين تمامين بدل ما كانوا اتنين بقوا اربعة بعد كده ان شاء الله لو في وقت النهاردة نسجل للسي بي النهاردة يوم اربعة وعشرين تسعة عشرين عشرين نبدأ كده نرجع لبرنامج للسولي بوركس عمل فايل اوبن اللي هو لعشرين اربعين بقى تمام زي ما عرفنا لما يفتح كده هاجه روك عامل فايل حامل سيف از تمام ولو سيف از كابي اند اوبن وخليها عشرين عشرين ستين تمام واقفل الوريجنال دكومنت وضغط على الفيس ده كده ولو كنترول تمانية عشان يبقى نورمال على الشاشة وضغط في اي مكان فوضي وارجعتنا على الفيس كليك يمين ولو ايدت سكتش او من هنا كليك يمين ولو ايدت سكتش انا مش عايز الحاجات الكتير اللي ظهره دي اتفقنا ممكن نخفيها من هنا واخفي واخفي كده الشكل بقى نظيفة هوا ده اللي احنا محتاجين طيب لو انا عايز اعمل اللي هو الستين او العشرين ستين مش دول كده عشرين اربعين لو انا مش عايز ارسن تاني انا محتاج بقى استخدم خاصية الميرور زي ما انا المرة اللي فاتت اعملت العشرين عشرين ده ورحت اجي اعمل له ميرور تحت انا هاخد دلوقتي هعمل مثلا خلينا نعملها نعمل خط كده هنا الخط ده مش كده بيقسم الى عشرين ستين نص فوق ونص تاح طيب خلينا بقى نشيل ده نحدد كده الجزء ده كله كالعادة هقول له خليلي الاجزاء اللي انا بحددها دي كلها اس كونستركشن او كونستركشن لان او فور كونستركشن اي حاج هتنفل سنحدد ده كل جده او فور كونستركشن او كي بقى نعمل سلكت للفوق ده كله كده اقول له اعمل لي ميرور ميرور اباوت طرده تمام ايه اللي مفتوح دلوقتي بقى ايه الجزء ده والجزء ده ممكن اعمل كده 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 تقادل ايه ده عشرين ستين لان اقفلت قادل في ريل اضغط كنترول سبعة كده قادل في ريل عشرين ستين كنترول تمانية نعمل كده 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 ده لو انا عايز اشوفه ايه تمام كنترول سبعة تاني كده سري دي كنترول س كده سيفت في الشكل ده نقفل ده كده خلاص نفتح برت جديد او نعمل بقى اللي هو العشرين تمامين فايل هقول له اختر لي نفيس لوت ده تمام او ممكن نخلينا في اللي هو العشرين عشرين اربعين ما شو نعمل له كامر نقول له اوبن ده سيف 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 از تمام سيف اس قبي ان ده اوبن خليها شرين تمانين سيف او 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 اختر الفيس ده كله كنترول تمانية كليك يمين هدو تسكتش هيجي على طول اعمل ايه اختر بس ده ده بس دي انا كده اخترت نقطة ده وده كل ده انا ضغط كنترول بحيس عمل سيليكت للحق دي تعم تعم ميرور ميرور اباوت الخط ده كده ما عنديش اي مشكلة تمام طيب تعالوا بقى نشوف ايه اللي لانا عملنا مشاكل نشوف نخليهم فورك نستروكشن بدأ ماذا نخلي فورك نستروكشن ونرسم خط واحد احسن ونحنا كنا رسمينه على مرت ايه تمام نجي هنا نعمل نفس الكلام نرسم دي نقفلها دي برضو نقفلها نجي هنا نفس الام انتوها ملو هنه كده عملت الى عشرين ثمانين قولت كنترول سبع كده ده جاك للفيريل عشرين ثمانين نكمل كمان عليهم نعمل بس كنترول س عشان نسيف اللي احنا عملناه نقفل ده وليكن ان انا داخل البرنامج مرة تانية نعمل فايل وبن الفي سلوت عشرين ثمانين تمام ايجي اقول له سيف سيف اس اخليه لعشرين بدل ما هو عشرين ثمانين بقى هنقول له اسمه سي بيم تمام سيف اس اكبين اندقو سيف اعمل كروز لالوريجنال داكيمنت اش هتأكد انه نشغل صح فوقه الفايل اتعدل بقى سي بيم تمام هاجي اختار الفيس ده كنترول تمانية خلينا نشوف شكل السي بيم اعمل ازاي وابعده دا شكل السي بيم هو نفس الكلام هنعتبر ان هو هوش اي تغيير الا الجزء اللي هنا دا تمام فاحنا التعديل اللي هيبقى عندنا هنعمل مرور اللي دا عادي خالص ما فيهوش اي مشكلة بس التعديل هيبقى كله في الجزء دا وفي الجزء اللي هناك دا خلينا نرجع هنعمل مرور هباوت الخط دا للاجزاء اللي انا هبدأ احددها هيالة جديد دا ودا وهكذا خلاص بس 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 اشتركوا في القناة 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 واقي هنا اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 كده ما فيش حاجة نقص بلوك بحس بس ان دي محلقة تتقف ترجمة نانسي قنقر نفس القطع دي هنا برناميك بعمل معالجة يعني بس هو بطيء لانه دلوقتي بقى فيه كتير وابعاد كتير فهو عمال بيقول نو سوديوشن هو لسه بيحاول كده حل المشكلة هو والرسمة خلصة تمام ده انا قلت له دلوقتي كده انا قلت صح ويجزيت سكيبش لو احنا رسمنا صح هيطلع كامل تمام ده حرف السي بيم والحمد لله كنترول ثمانية كنترول سبعة ده الشكل الايه السري دي بتاعنا نعمل كنترول اس وكده الحمد لله نكون انتهينا النهاردة من الفيري العشرين عشرين عشرين والعشرين اربعين والعشرين ستين والعشرين تمانين والسي بيم تمام ان شاء الله هنعمل بقى فيديوهات تانية للفي ويل وال هنعمل بقى للفي ويل والجنترول بتاعة كل واحدة من الدول اللي بتركب فيها ونحركهم باذن الله في الفيديوهات الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا